في مسعى بريطاني لمعالجة نقاط الضعف التي كشفتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما في ذلك الطائرات المسيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية تعتزم المملكة المتحدة زيادة الإنفاق الدفاعي في الميزانية التي ستعلنها الإسبوع المقبل وكالة بلومبيرج الأمريكية نقلت عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على خطط رئيس الوزراء ريشي سوناك نقلت قولهم إن الأموال التي من المرجح أن تكون بمليارات الجنيهات الاسترلينية مطلوبة أيضا لتعويض الأسلحة التي قدمتها بريطانيا إلى أوكرانيا خلال العام الماضي ولضمان تحسينات على المخزونات الحالية ووث ترقيحات بأن تتخذ موقفا أقل تشددا تجاه الصين من تلك التي خططت لها رئيسة الوزراء السابقة ليستراس ستصدر خلال الأيام المقبلة مراجعة متكاملة للدفاع والأمن والسياسة الخارجية في المملكة المتحدة وصلت عام من الصراع في أوكرانيا الضوء على الحاجة إلى ضخ نقضي فوري بالميزانية المقررة في الخامس عشر من مارس لعام الفين اثنين وعشرين لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من مراجعة الإنفاق التالية بعد عامي الفين أربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين وعلى مدى العقد المقبل وزارة الدفاع البريطانية تكافح بشكل جزئي التضخم والضعف النسبي للجناه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في برامج شراء المعدات وصيانتها بينما قال وزير الدفاع بين والاس أنه يتفاوض مع رئيس الوزراء ووزير الخزنة جيريمي هانت بشأن خطة تحسين المعدات التي يستخدمها الجيش وفي عام الفين واحد وعشرين أعلنت المملكة المتحدة زيادة قدرها ستة عشر مليارا وخمسمائة مليون جناه استرليني في ميزانية إنفاقها الدفاعي وهو قرار تمويل وصفته لندن حينها بأنه ينطوي على بعض المخاطر